يعاني العراق منذ سنوات نقصا شديدا في المياه وأتفاقمت الأزمة وهددت البساتين والمحاصيل الزراعية فضلا عن قطاع المياه الصالحة للشرب عن كثير من المناطق في بغداد والمحافظات منطقة النهرواني شرقية بغداد إحدى المناطق التي تعاني انقطاع الماء لمدة طويلة مينة إحنا يجي كل عشر تيام هاي في حالة يعني زين هسه عشر تيام يجي يوم واليوم هذا تنتظره اليوم يرجع يجي يضخلك من الخزان الأرضي الضخ هاي ساعة 11 ألف متر مكعب بالساعة نص ساعة يفرغ الخزان من فرغ تنتظر ست ساعات النوم تنتظر يلا يملئ الخزان إذا أكو كهرباء في تسع نيسان وأكو المي ضخم البحيرة مال الدائرة مستمر يجيك النوم بالمي وراء ست ساعات إحنا بالألفين وواحد وعشرين ومي حتى لا صالح للسبح ولا للغسل ولا للشرب وناس تريد أكد الناس بي ما عنده عوائل وأطفال وناس ومنطقة كادحة ومظلومة سكان النهروان حملوا الحكومة والبرلمانيين مسؤولية نقص الماء في منطقتهم واستغلال معاناتهم من أجل الانتخابات عدنا ثلاث نواب هالثلاث نواب يعني مش عط ماي ما يدبرون شكو برها هي المنطقة ما يدبرون لها ماي شكو برها أنا على ما نصير نايب لما أسوي منطقتي أنت صرت برأس الزواج ما الله والديك تعال انتخبنا وبعديا نزي قطت ني يعني الله يرضى لك تأخذ راتب والتبريد عليك والدناكر تجي لبيتك وهي العالم الفقارة شين إذا نبحي نرافق هذه الأزمة دعاية انتخابية مبكرة وواضحة جدا هناك كتل سياسية معروفة تسيطر على كل الدوائر الخدمية في بغداد وضواحيها وغالبا ما تسير هذه الدوائر وفق إرادتها وتوجهاتها ومصالحها الشخصية والحزبية والذلك نرى بأن مع هذه الأزمة أي أزمة الماء نرى ظهور مرشحين هذه الكتل بموقف البطل كدعاية انتخابية وبموقف المدافع عن حقوق المواطن في هذه الدائرة أو تلك وهذه دعايات انتخابية مبكرة مراقبون كدوى نسوء إدارة الحكومة بملف المياه هو السبب الرئيس لشح المياه في العراق سوء إدارة الدولة العراقية للملف المياه مع جيران العراق إذ كانت جمهورة الإسلامية وإذ كانت الدولة التركية في هذه القضية وبالتالي نشاهد منها لك حقيقة نقص واضح بالتجهيز المياه لنهرية دجلة والفرات ما تسبب بشكل أو بآخر حقها بنقص هذه الموارد أما الجهات المختصة فقد ألقت باللوم على وزارة الكهرباء لعدم تجهيز الطاقة الكهربائية التي أثرت في تشغيل مضخات المياه في المنطقة الأسبوعين السابقين تعرضت بعض مشاريع الماء في مناطق النهروان والحسينية والقضاء الزوراء إلى تلك في عملها بسبب التذبذب في التيار الكهربائي للخطوط الاستثنائية وأيضا انقطاع مصادر بعض الأنهر بسبب الكهرباء أيضا حسب ما تم معرفته من دوائر الموارد المائية وخاصة في مناطق النهروان حيث انقطع مصدر الماء الخام عن نهر 9 نيسان سبب شحة في المنطقة ومع تزايد معاناة العراقيين بسبب شح المياه تتصاعد التحذيرات من أن يمر العراق في موجة جفاف كبيرة بسبب الأهمال الحكومي لمنف المياه ولسيما مع انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات